موسيقى اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الانباء نبدأها بالعنوينة موسيقى أسرى النقب يصعدون خطواتهم ضد الاحتلال بعد المس بقضاياهم الحياتية الأساسية ويعيدون الوجبات ويغلقون الأقصام في ردنا وليا مقتنعون أن لا مجال لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وزير الخارجية السعودي بعد اجتماع وزاري عربي في نيويورك إقامة الدولة الفلسطينية أساس أي حل للصراع موسيقى بعد اتمام صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن بايدن يتوعد إيران باستمرار العقوبات والخارجية الإيرانية تصف الإجراءات الأمريكية بغير قانونية موسيقى وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الروسي في موسكو مسؤولية بلديهما في الحفاظ على الاستقرار العالمي ويبحث الأمن الاستراتيجي مع باتروشير اليوم موسيقى تايوان تعلن رصد خمس وخمسين طائرة حربية صينية حول الجزيرة واحتجاز سفينة صيد صينية بحجة دخولها مياها بشكل غير قانوني موسيقى نبدأ من فلسطين المحتلة وجديد اقتحامات قوات الاحتلال في الضفة حيث واصل الفلسطينيون الرد عليها على الرغم من كل إجراءات هذه القوات وقد اقتحمت صباح اليوم قرية عريف جنوب نابلوس حيث أخذت قياسات منازل أسرة تتهمهم بتقديم المساعدة لمنفذي عملية مستوطنة عيلي مهند شحادة وخالد صباح قبل ثلاثة أشهر والتي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين اقتحمات قوات الاحتلال شملت كذلك بلدات في قلقلية واجنين والمنطقة الشرقية لمدينة نابلوس حيث استهدفها مقاومون بالنيران وفجروا عبوة ناسفة بإحدى آلياتها قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة سنجل شمال رمالة وبلدة سيرا غربية المحافظة حيث تصد لها الشبان بالحجارة إلى ذلك أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق حاجز بيت حنون لليوم الثاني وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن الحاجز أغلق أمام العمال الآتين من قطاع غزة وأشارت إلى أن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني بحسب قولها في ملف الأسرى يصعد أسرى سجن النقب اليوم حراكهم ضد سلطات الاحتلال بعد قرارها منعهم من إدخال الملابس طوال ستة أشهر وبحسب إعلام مكتب الأسرى فقد قرر الأسرى في سجن النقب إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقصام اليوم كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمسوا متطلبات حياتهم الأساسية جمعية واعد للأسرى والمحررين أكدت أن قرار الاحتلال حرمان أسرى سجن النقب شراء الملابس طوال ستة أشهر هو إمعان في سياسة التنكيل واستفزاز الأسرى جمعية واعد وفي بيان حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عما يجري معلنة مباشرة أسرى سجن النقب خطواتهم التصعيدية ودعت الشعب الفلسطيني إلى منصرة الأسرى دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ولمزيد من التفاصيل معنا من غزة الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى السيد محمد الشقاقي سيد محمد أهلا ومرحبا بك لو تضعنا في تفاصيل أكثر حول الخطوات التي يقوم بها الأسرى اليوم وردا على أي إجراءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد تحيير أسران والأبطال في كافة قلع الأسر أعلن أسرى سجن النقب اليوم باكورة خطواتهم التصعيدية ردا على الجرائم الصليونية المتواصلة بحقهم والتي كانت آخرها مساء أمس من خلال الإعلان عن حرمان الأسرى تحدثا في سجن النقب بإدخال الملابس لمدة ستة أشهر لذلك الأسرى أكدوا بأنهم منذ صباح هذا اليوم سيقوموا بإغلاق كافة الأقسام في سجن النقب وإرجاع وجبات الطعام هذه الفطوات هي أولى الفطوات التكتيكية التي أعلن عنها أسرى سجن النقب وهذه الفطوات مستمرة ومرهونة بمدى تراجع الاحتلال الصليوني في حال لم يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الإجراءات التي يتخذها ما هي الخطوات المقبلة التي من الممكن أن يتخذها الأسرى نعم نحن بالتأكيد أمام مشهد ساخن ودامي داخل السجون والمعتقلات الصليونية حالة من التوتر تسود السجون والمعتقلات وتحديدا في سجن النقب الأسرى يدرس حاليا مشاورات لتصعيد خطواتهم النضالية في مواجهة آلة القمع الصليونية وآلة البطشة الإجرامية لذلك نحن خطوات تكتيكية سيتم الإعلان عنها في قادم الأيام ومساء اليوم بعد انتهاء هذه المشاورات إذا ما استمرت إدارة مصلحة السجون في هذه الخطوات الإضراب الذي تم تعليقه قبل أسبوع هذا الإضراب قائم إذا ما بقيت إدارة مصلحة السجون بهذه الجرائم لذلك الاحتلال الصليوني الآن عليه أن يترقب جملة من الخطوات النضالية خاصة أن هذه الخطوات لن تتوقف عند حدود سجن النقب نحن نؤكد بأن هذه الخطوات ستبتد إلى كافة السجون والمعتقلات الصليونية إذا ما بقي الاحتلال يواصل كل هذه الجرائم حينها لن يستطيع هذا الاحتلال الصليوني المجرم ولا مستوطنية ولا سجانية السيطرة على السجون والمعتقلات الصليونية كذلك أيضا نحذر الاحتلال الصليوني من انفجار الأوضاع وتمدد هذه المواجهات وتمدد هذه الحالة من التوتر إلى خارج السجون بمعنى أن تصل إلى الضفة الغربية وهذا الأمر الذي لا يتمنى الاحتلال الصليوني لكن إذا ما بقي الاحتلال نحن نؤكد بأن عطال شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية جاهزونا لتصعيد الأوضاع للدفاع عن أسران الأبطال المقاومة الفلسطينية في قطاع عزة الكل هنا يدرس ويتابع ويراقب كل هذه الجرائم المستمرة والتي يهدف من خلال الاحتلال الصليوني إلى تعميط وعنات أسران الأبطال هل تتوقعون تجاوب من قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المطالب؟ بالتأكيد الاحتلال الصليوني سيرضخ أمام مطالب أسران الأبطال وأمام هذه الحالة من الوحدة والتعاضل التي الآن تمر بها الحركة الوطنية الأسيرة أسران الأبطال على حالة من الوعي والإدراك وقدرون على إرباك الاحتلال الصليوني منذ اللحظة الأولى والتي أعنت في هذه الجرائم أسران أكدوا بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام بمعنى أن الأسرى يقوم بتنفيذ خطوات بشكل تكتيكي حالة من التوتر الاحتلال الصليوني من الممكن أن يتراجع عن هذه الخطوات في أسرع لحظة ممكن لأن الحكومة الصليونية اليمنية المتضرنفة وتحديدا في هذه الأوقات تبحث عن حالة الأمن والبدوء والاستقرار لذلك أسرانا الآن قادرون على زعزعة أمن وكيان هذا الاحتلال وعلى تفجير الأوضاع في داخل السجون هذا الأمر الذي سيجبر هذه الإدارة الصليونية المجرمة إلى التراجع عن كل هذه الجرائم أشكرك جزيل شكر سيد محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرة كنت معنا مباشرة من غزة وفي غزة حيث واصل الفلسطينيون حراكهم شرق القطاع للتنديد باقتحامات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وقد أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال تظاهرة حملت اسم نداء الشباب الثائر تخلى لها إشعال إطارات مططية ومواجهات بالحجارة مع قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق أيضا المفروض كل واحد يشوف اللي بيسير في المسجد الأقصى يصور وإحنا هان جايين الشباب كلها ساعرة وغاضبة اللي بيسير في المسجد الأقصى وفي النساء وإحنا هانا هذا المستطاع لنا وإن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم ونعدي من الحدود لما الأقصى بروح في الشيء يشي بضللنا كرامة هذا كرامتنا كرامة أم بحالها كرامة الشعوب الإسلامية والعربية فإذا الكل متخادل والكل باع إحنا هانا صمدين ما بنبيعش ولا بنخادل المسجد ولا بنتخادل مع المسجد الأقصى إلى الأردن حيث أعلنت الحملة الأردنية افتحوا موانئ غزة اطلاق فعاليتها في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع دول عديدة في العالم للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمان وطالب المشاركون في المؤتمر بمنح الفلسطينيين في القطاع حقوقهم ودعوا إلى إيجاد حلول لإنهاء الحصار من ضمنها فتح ميناء غزة ومطارها والضغط سياسيا وإعلاميا وشعبيا ورسميا على الأطراف الفاعلين للتحرك في اتجاه إجبار الاحتلال على التراجع عن سياسة الحصار هذا وستمتد الحملة من الثاني والعشرين من أيلول سبتمبر الحالي حتى الثلاثين منها حملة في الأردن يشارك فيها الأحزاب والنقابات والشخصيات الوطنية أنشطة تبدأ بيوم السبت من العقبة بقارب حيث كل قوارب المدن في أكثر من عشرين دولة ستتحرك تحت هذا العنوان ثم وقف في عمان وفي إربد وفي غندوة وفي الزرقاء وفي الكرك وفي غيرها من المدن العالم دون الأردن التي تقف مع أهلنا في فلسطين رسالتنا للعالم هي يجب أن لا يصمت العالم عن هذا الحصار الجائر الذي يجوع ويحاصر 2.2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة 80% منهم من لاجئين الـ 48 الذين هجرتهم إسرائيل زورا وعدوانا من أراضيهم ولجأوا إلى القطاع أعلن المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج زياد سطول بحري يجري الإعداد له وسينطلق باتجاه شواطئ قطاع غزة إن شاء الله في القريب العاجل سوف يشارك في هذه الحملة العديد من الدول العربية والعالمية على سبيل مثال لبنان، الأردن، الجزائر، تركيا، سويد، درمارك، اليونان، أسبانيا العديد من الدول سوف تشارك في هذه الحملة ومن حقنا كفل الصينيين أن نطالب أن يكون عندنا منفذ بحري إلى العالم الخارج وأيضا التحضير يجري الآن للوقفات البحرية يوم السبت القادم الثالث والعشرين من هذا الشهر سوف يكون على الأقل عندنا عشر وقفات في عدة موانئ عربية وغربية وأيضا خلال الأسبوع القادم سوف يكون بث مشترك للعديد من القنوات العربية والإسلامية التي سوف تركز على الجانب الإنساني ومعاناة قطاع غزة وإيجاد الحلول لذلك إلى نيويورك حيث تصدرت القضية الفلسطينية لاجتماع الوزارية العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن حل هذه القضية الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وأكد بن فرحان السعي لعادة الحديث بشأن حل الدولتين إلى الواجهة وأضف أنه جرى التنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني لضمان عكاس الأولويات والمواقف في مخرجات الاجتماع استضفنا اليوم بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن حدث مهم يهدف إلى إعادة حياء الحديث عن حل الدولتين لأننا مقتنعون أننا لا مجال لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على أسس المرجعات الدولية المعروفة ولذلك استضفنا مع شركائنا هذا الحديث للحديث عن كيفية إعادة هذا الأمر إلى الواجهة لأننا نشاهد الآن استمرار التصعيد في الأراضي المحتلة إلى ذلك أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عزم الاتحاد على ضخ طاقة جديدة في عملية السلام تصريح بوريل يأتي بعيد لقاء ممثلي ستين دولة اجتمعوا لمناقشة تجديد الجهود من أجل السلام في الشرق الأوسط في يوم افتتاح قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في الأمم المتحدة وأضاف بوريل أن الاجتماع جرى تنظيمه بالاشتراك مع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية نريد ضخ طاقة جديدة في عملية السلام لقد كان لقاء طويلا لكنني سعيد أنا راض جدا عن الاجتماع شاركنا في تنظيمه مع وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية مرت 30 عاما على اتفاقيات أوسلو وفي 30 عاما الأخيرة بعد الاتفاقية لا يمكننا أن نقول إننا أقرب إلى السلام بين إسرائيل وفلسطين بل العكس من ذلك عدد المستوطنين زاد كثيرا وحل الدولتين يحتاج إلى جهد أقوى وكانت تتيجة الاجتماع هي الالتزام القوي من جانب العديد من الأشخاص بالانخراط بنحو أكبر في حل الدولتين وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق وليس هناك بديل ونبقى في الولايات المتحدة حيث لاحقت التظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وقد احتشد المتظاهرون المناهضون لنتنياهو في وسط مدينة سان فرانسيسكو في أثناء زيارته رجل الأعمال التكنولوجي إيلون ماسك وقد ردد المتظاهرون هتفات وصفته بالدكتاتور مشيرة إلى أن مكانه الحقيقي يجب أن يكون السجن احتشد المتظاهرون أو في الولايات المتحدة أيضا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده حققت انتصارا كبيرا في الحرب المعرفية والمركبة التي شنها الأعداء عليها وشدد لدى وصوله إلى نيويورك لمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ما تريده الشعوب هو أن تكون الأمم المتحدة منظمة للشعوب ولا للحكومات منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة من براني يمكن أن ننقل عبرهما صوت الشعب الإيراني إلى العالم ونضح سياستنا الخارجية هذا الصوت سيكون أقوى مما سبق لأنه في السنة الماضية حققنا انتصارا كبيرا في الحرب المعرفية والمركبة التي شنها الأعداء علينا هم كانوا يظنون أن مثل هذه الهزات قد تزعزع الثورة الإسلامية لكن حساباتهم كانت مثل صابقاتها خاطئة هذا الانتصار يحمل مؤشرات مهمة منها أن الشعب الإيراني لديه ما يقوله في محاربة الفساد وتعزيز العدالة ما تريده الشعوب هو أن تكون الأمم المتحدة منظمة للشعوب لا للحكومات لذا أتمنى أن أكون صوت الشعوب إلى ذلك نفى أمين المجلس الإعلامي في الحكومة الإيرانية إحسان صالحي ما تداولته وسائل أعلام نقلا عن الرئيس الإيراني بأن إيران مستعدة لمحادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي ذلك فيما أنهى الطهران وواشنطن أمس صفقة تبادل السجناء برعاية قطرية وبموجب هذه الصفقة أفرجت إيران عن خمسة سجناء لديها في مقابل إفراج واشنطن عن خمسة مواطنين إيرانيين وأرصدت إيرانية كانت محتجزة في كوريا الجنوبية مالك عابدة بعد نحو سنتين من المفاوضات والمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن نجحت أخيرا صفقة تبادل السجناء بين الطرفين بموجب هذه الصفقة أفرجت السلطات الأمريكية عن خمسة إيرانيين كانت قد اعتقلتهم بسبب ما سمته خرقهم للعقوبات الأمريكية على إيران كما جرى الإفراج عن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية تسلمنا من المسؤولين في قطر رسالة رسمية توضح بأن الحسابات البنكية الإيرانية الستة أصبحت فعالة وجار نقل ما يعادل خمسة مليارات وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين الف يورو إليها إيران ستتابع تقنيم شكوى ضد كوريا الجنوبية لدفع أضرار خفاض قيمة أموالنا المجمدة كما سنواصل متابعة إعادة أموالنا من بقية الدول رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين عملية التبادل هذه هي الرابعة من نوعها خلال السنوات العشر الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة هناك توافق جديد غير ما أفرج عنه اليوم عشرة مليارات دولارات وراء هذا المبلغ تفرج عنه عن قريب لكن موضوع المفاوضات في نهية النووي ممكن يفتع بشكل بسيط لأن البيت الأبيض يخاف من ضغوطات لوب الصحيوني وضغوطات الجمهوريين في الكونغرس اثنان من السجناء الإيرانيين السابقين عادوا إلى إيران بينما سيبقى آخران في الولايات المتحدة والخامس سيغادر إلى بلد ثالث فيما غادر السجناء الأمريكيون إلى الدوحة تمهيدا لنقلهم إلى واشنطن في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن صفقة تبادل السجناء أبرمت لدوافع إنسانية هناك من يرى أن هذه الصفقة قد تكون مقدمة تمهيد الطريقة لعودة الأطراف جميعا إلى الاتفاق النووي مالك عابضة طهران الميادين هذا ووصل إلى طهران الإيرانيين المفرج عنهما ضمن صفقة تبادل السجناء وهما رضا سرهانكبور ومهرداد معين أنصاري ترجمة نانسي قنقر الخارجية الإيرانية أعربت عن شكرها لقطر وتثمينها جهود سلطنة عمان وتعاون سويسرا وقالت إن أطلاق خمسة من مواطنيها وعودتهم إلى أسرهم يأتيان تماشيا مع الوفاء بحقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم وأشرت كذلك إلى تحرير الموارد المالية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى حسابات تابعة لمصارف إيرانية في قطر وأكدت أن تلك الموارد ستستخدم بناء على احتياجات البلاد وأولوياتها وصفة إجراءات واشنطن بغير القانونية وغير الإنسانية وشددت الخارجية على مسؤولية الحكومات المحتفظة بالأصول الإيرانية وعلى ضرورة محاسبتها على أعمالها غير القانونية تلك إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب ما وصفه بأعمالها الاستفزازية في المنطقة وبعد عملية تبادل الأسرى بين تهران وواشنطن شكر بايدن الحكومات المشاركة في المفاوضات وهي قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني البلينكين مواطنه من السفر إلى إيران وقال إن الخارجية لا تضمن نتيجة مماثلة للأمريكيين الآخرين الذين يقررون السفر إلى هناك وسط أزمات إنسانية وأمنية وبيئية غير مسبوقة باشرت الدورة الثامنة والسبعون لجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في قمة ترمي إلى المحافظة على أجندة عام 2030 بإجراء إصلاحات سريعة وحاسمة نزار عبود قمة أخرى تعقد في الأمم المتحدة بهدف تحفيز العمل على تحقيق أهداف البشرية والطبيعة المشتركة أهداف كما تتلخص بإنهاء الجوع والعوز وتحقيق التنمية للجميع وحماية الكوكب المجتمعون تعهدوا بخطوات مادية محددة لا سيما على الصعيد المالي لقد دعمتم بصورة واضحة تقديم حافز بقيمة نصف تريليون دولار سنويا فضلا عن آلية إعفاء من الديون تسمح بتعليق السداد وتمديد آجال الديون بفوائد أدنى على أن النظام المالي العالمي المجحف وهيمنة دول كبيرة بعينها عليه تبقى العقبة الكبرى في طريق الحلول الحقيقية المجموعة وجهت نداء عالميا لإجراء مراجعة شاملة للهيكل المالي العالمي بتأييد من عدد كبير من قادة العالم ومن الأمين العام للأمم المتحدة ووعدت أوروبا بضخ مئات المليارات استثمارات في الدول النامية من القطاعين العام والخاص علينا أولا توظيف الرأس المالي الخاص وبموجب خطة البوابة الرأسمالية الأوروبية تستثمر أوروبا 300 مليار دولار في الاقتصادات النامية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لكن هذه الوعود وكما يشكو عديد من الكتل التي قدمت بديلا تبقى رهينة قوانين سياسية تفرضها الدول الغنية مواطنون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتمتعون بامتيازات عملية كحرية تنقل العمالة والمواطن لا يحتاج إلى تصريح عمل أو للموافقة على شهادات صادرة عن حكومته الأمم المتحدة ترسم الأهداف وتحفزها لكن في معظم الأحوال تبقى الوعود وعودا لا سيما في زمن يتسم بانقسام دولي هو الأشد منذ تأسيس المنظمة الدولية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين إلى ليبيا حيث تستمر جهود البحث عن ناجينة بعد أكثر من أسبوع على المأساة التي أحدثها إعصار دانيال الهلال الأحمر الليبي أكد أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوة وأمام حجم المأساة الإنسانية أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان أسام حمد إقالة المجلس البلدي في درنا وإحالته إلى التحقيق يأتي ذلك بعيد تظاهرة نظمها أبناء المدينة المنكوبة رددوا فيها شعارات معارضة للحكومتين وطالبوا بالإسراع في انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية مناسب محاسبة بين المسؤولين والقبض عليهم الذين تولوا وطاليد الأمور بهذه المدينة رغم عدم أهليتهم لها والذين تم تنصيبهم رغم رفض زبكان المدينة لهم منصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا أكدت من جهتها أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنا شرقية البلاد تتجاوز الإدراك محذرة من الأثار الصحية والامتشار المحتملي للأمراض المنقولة بالمياه من الصعب التعرف إلى أجزاء من مدينة درنا أصبحت هذه المناطق الآن فارغة لقد غادر الناس أو ماتوا ولتزال عملية البحث والأنقاذ مستمرة فرص العثور على ناجين ضئيلة جدا لكن انتشال الجثث مستمر نشعر بقلق بالغ إزاء الأثار الصحية والانتشار المحتمل للأمراض المنقولة بالمياه بعدما تعرضت مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي لأضرار بالغة كما نخشى أيضا أن تكون مياه الفيضانات قد نقلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب غير المنفجرة ومن ليبيا إلى المغرب حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تفعيل لجان فنية لحصر المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا بسبب الزلزال تمهيدا لمساعدة أصحابها وأوضح أن الحكومة بصدد اعتماد آليات لجعل عملية إعادة بناء المنازل تمر في ظروف نموذجئ اللجنة التقنية هي الآن تشتغل في الميدان لتحديد المنازل اللي نهارت كليا أو بشكل جزئي دخل هذا اللجنة كذلك بالوزرية كان اشتغال وتفكير متواصل للحكومة حول الأليات بإمكانها تجعل عملية إعادة الإعمار كالتمر في ظروف نموذجية والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت سبع هجمات أوكرانية في اتجاه دونياتسك إلى ذلك أعلن حاكم المقاطعة بيلغورود الروسية إحباط هجوم جوي كاد يستهدف إحدى المناطق وأضاف حاكم المقاطعة عبر قناته على تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاثة أهداف جوية مشيرا إلى أن الهجوم لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات وفي روسيا يواصل وزير الخارجية الصيني وانغي زيارته حيث يلتقي اليوم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف لإجراء مشاورات حول الأمن الاستراتيجي وزير الخارجية الصيني كان قد أكد خلال لقائه نظيره الروسي أمس أن الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم وأشار إلى أن التعاون بين بكين وموسكو ليس موجها ضد أي شخص ولا يخضع للتدخل الخارجي الوزير الروسي أشار بدوره إلى أهمية التعاون الروسي الصيني لضمان العدالة في الشؤون العالمية ولضمان توازن المصالح أود أن أشير إلى أهمية التعاون الروسي الصيني لضمان العدالة في الشؤون العالمية ولضمان توازن المصالح في تلك العمليات التي تتطور في اتجاهات مختلفة في الأوينة الأخيرة حققنا نجاحا كبيرا جدا في تنسيق جهودنا مع دول الجنوب الأخرى وحققنا نتائج إيجابية في قمة شرقي آسيا في جاكرتا وفي قمة مجموعة العشرين في نيودلهي وبالطبع في إطار عملنا ضمن منظمة شانجهاي للتعاون تلتزم الصين وروسيا سياستهما الخارجية المستقلة إن تعاوننا الثنائي ليس موجها ضد أحد ولا يخضع للتدخل الخارجي وفي الوقت نفسه تتحمل الصين أو روسيا باعتبارهما القوتين العالميتين الرائدتين والعضويتين الدائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسئولية خاصة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والتقدم العالمي كلما أصبحت أعمال الهيمنة الأحادية الجانب أكثر عنفا أصبح من المهم بالنسبة إلينا مواكبة العصر وأظهار شعور بالواجب كقوى عظمى والوفاء بالتزاماتنا الدولية على نحو أكبر ومعنا من موسكو محل الميادين للشؤون الروسية مسلم شعيتو أهلا بك بداية ضعنا في أجواء هذه الزيارة لوزير الخارجي الصيني صباح الخير إلك ولمشاهدي الميادين نعم زيارة قد تكون استثنائية بمضمونها وأيضا بشكلها حيث أنها تعد لزيارة الرئيس الروسي إفليديمير بوتين إلى الصين بالإضافة إلى اللقاءات المتعددة التي سيعقدها الوزير غنئي في موسكو والتي بدأت البارحة مع الوزير لفروف حيث أن الوزير لفروف رحب بالوزير الصيني وعدد الإنجازات الأخيرة للتعاون في المحافل الدولية والإقليمية منها وأرسل بذلك رسالة واضحة للغرب تحديدا لكي لا يراهن على الخلافات مع الصين فإذا كان لفروف هكذا تحدث فإن الوزير الصيني فان إي أكد على مستقبل العلاقات على مستقبل العلاقات وعلى التي انطلقت كما هو قال منذ بداية هذا العام أثناء زيارة الرئيس الصيني سيزين بين لموسكو وبحثه مع الرئيس بوتين طبيعة التنصيق وطبيعة تطوير ما بينهما للاستمرار في كما حدث هو تحديدا الاستمرار في رفض هيمنة أحادية القطب وفي العمل لحفظ الأمن والقانون الدولي العالمي مسلم إلى أي مدى يقلق هذا التعاون الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنه تمت الإشارة خلال هذه الزيارة إلى أن التعاون بين العاصمتين ليس موجها ضد أي شخص أو ضد أي بلد وبالتالي على ما يبدو بأنه أيضا هناك إشارات طمأنة للولايات المتحدة الأمريكية أليس كذلك يعني رغم كل التأكيدات التي تطلقها روسيا من جهة والصين أيضا بأن هذه العلاقة ليست ضد طرف وليست تحالفا عسكريا وليست موجهة لتحالف آخر أو لتجمع آخر كما يحلو للغرب تسميته لكن هي من حيث الفعل أصبحت ردة على كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا التنصيق في بحر الصين هو رد على ما تقوم به الولايات المتحدة هذا التنصيق في المحافلة الدولية أيضا رد على ما تقوم به مجموعة السبع والولايات المتحدة وأيضا بالنسبة للمسألة الأوكرانية والتي أشار إليها الوزير الصيني حيث قال لا حل في أوكرانيا دون مشاركة روسيا وأيضا يعتبر ردا على الولايات المتحدة هم لا يشكلوا حلفا لكنهم أصبحوا في خندق واحد مجبرين على ذلك أو دفعتهم الولايات المتحدة لأن يكون في هذا الخندق على أن ينصق كل نشاطاتهم أشكرك جزيلا شكر مسلم شعيتم وحل الميدين للشؤون الروسية كنت معنا من موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القيادة البحرية تجري مناورات عسكرية في منطقة سيبيريا شمال شرقي البلاد وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الأسطول الروسي يجري المناورات بمشاركة خمسين غواصة وسفينة تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحري بيرينج وتشوكشي بين كتلتين أوراسيا والأمريكيتين مضيفة أن نحو عشرة آلاف عسكري وأكثر من خمسين وحدة من المعدات العسكرية يشاركون في المناورات من جهته أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد عازمون على عقد اجتماع في العاصمة الأوكرانية كييف قريبا وفيما يتعلق بالأزمة رأى بوريل أن لا إمكانية للتوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى صفقة الحبوب أنا أواصل المناقشات مع الشركاء الأوكرانيين يمكنني أن أبلغكم أننا سنعقد اجتماعا لوزراء الخارجية في كييف قريبا لا أرى إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الحبوب مع روسيا لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك إلى تايوان التي أعلنت أنها رصدت اليوم أيضا خمسا وخمسين طائرة حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة وكانت قد أعلنت أن رجال غفر السواحل التابعين لها احتجزوا سفينة صيد صينية بدعوى دخول المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية وذكرت وكالة الأنباء الطايوانية أن طاقم سفينة الصيد الصينية تجاهل عددا من التحذيرات التي أطلقها رجال غفر السواحل قبل أن يجري احتجاز السفينة اختتم الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو جولته على الصين والجزائر وكوبا التي وصفها بالتاريخية وأصمرت هذه الجولة توقيع اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة بين فنزولا والصين وفنزولا والجزائر انتقل بعد ذلك إلى كوبا حيث شارك في قمة السبع والسبعين والصين التي أشاد الرئيس مادورو بنجاحها تقرير علي حجازي جولة تاريخية هكذا وصف الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو رحلته فور عودته إلى كراكاس جولة بدأت في الصين ومرت في الجزائر واختتمت في كوبا كانت جولة شاقة لكنها منتجة الصين الأخت الكبيرة لنا فتحت ذراعيها لعلاقة جديدة معنا على جميع المستويات جولة تاريخية بالفعل على الرغم من كون بعيدا في آسيا لم أشعر بالبعد عن شعبنا أفق كبير وجديد فتح من الآن فصاعدا في العلاقات بيننا وبين العملاق الصيني نحن عائلة عائلة الجنوب المعركة مستمرة والنصر سيكون حليفنا أهم مهتمار هذه الرحلة تمثل باتفاق غير مسبوق لرفع العلاقات بين فنزولا والصين إلى أعلى المستويات مادورو والرئيس الصيني تشجينج بينج اتفقا على تأسيس شراكة استراتيجية بين بكين وكراكاس إضافة إلى توقيع 31 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والبناء التحتية والسياحة والصحة والتكنولوجيا وغيرها بينج أشاد بشخصية نظره الفنزولي وكيفية مواجهته العقوبات الأمريكية محللون ومراقبون في فنزولا يعتبرون أن ما بعد هذه الزيارة لن يكون كسابقاتها في طريق العودة توقف مادورو في الجزائر والتقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حيث أكد الطرفان تعزيز العلاقات بين البلدين كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتعليم الجامعي ومن بلد المليون ونصف المليون شهيد انتقل مادورو إلى كوبا للمشاركة في قمة السبع والسبعين والصين حيث أشاد الرئيس الفنزولي بنجاحها العالمي تفاؤل في فنزولا بنتائج جولة الرئيس مادورو وانعكاسها على مستقبل البلاد ولا سيما بعد تدشين علاقات مميزة وغير مسبوقة مع العملاق الصيني عليه جيزي كراكس الميادين النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل تفاقم التوتر بين الهند وكندا وتبادل لطرد دبلوماسيين على خلفية مقتل زعيم السيخ أهلا بكم من جديد حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول من تبعات استمرار الانتهاكات التركية للأجواء العراقية اللواء رسول أعلن في بيان رسمي عن شن المسيرات التركية هجوما على مطار عربة في السليمانية بأقليم كردستان حيث استشهد ثلاثة من عناصر مكافحة الإرهاب وأصيب أخرون وقال إن العراق يحتفظ بحقه في وضع حد بهذه الخروق مضيفا إن هذا العدوان يهدد بتقويد جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيران لا يقبل أن تكون أرض تستخدم أرض بالاعتداء على أي دولة جارة نحن نمتلك علاقات طيبة مع كل دولة إلى ذلك أدان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الهجوم التركي الذي استهدف مطار عربة وقال طالباني إن هذه العملية تهدف إلى تخريب أمن الأقليم واستقراره داعيان الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية أرض العراق وسمائه بما فيه كردستان وإلى عدم السماح بحدوث هذه الخروق إلى السويداء في سوريا حيث تحولت الاحتجاجات المعيشية والاقتصادية إلى احتجاجات سياسية تدعو إلى الانتقال السياسي تحول يحمل مخاطر كبيرة لما تمثله المحافظة من أهمية ومع ملامح تدخلات خارجية في حركة المحتجين محمد الخضر لم تكن هذه المطالب نفسها قبل شهر من الآن في ساحة السير بوسط مدينة السويدة ما كان دعوات إلى تحسين الأحوال المعيشية وانتقادا لقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية تحول منذ الأسبوع الأول إلى مطالب سياسية واضحة عنوينها الانتقال السياسي هو تطبيق القرار 2254 خلط أوراق تراه شخصيات سورية التقت المراجع الدينية والاجتماعية في المحافظة أكثر مما هو تغيير في جوهر ما يمثله السواد الأعظم من أهل السويداء هناك بعض الخلط في الأوراق واستغلال هذا الحراك باتجاه آخر فعليه ذهبت إلى السويداء والتقيت المرجعيات أكدوا جميعا بالمطلق بأن خطهم وطني ولن يكون هناك استغلال حتى منهم الذين يعرفونهم متواجدين على الأرض ولهم خطوط وأجندات خارجية بأنهم لن يسمحوا بذلك لكن خلط الأوراق دخل مراحل أخطر مع تسريب أنباء عن اتصال أجراه السيناتور الأمريكي فرينش هيلة بالشيخ حكمة الهجري شيخ عقل طائفة الموحدين الدروس وهو اتصال يطرح أسئلة عن مغزى التدخل الأمريكي ومحاولة واشنطن الاقتراب من ملف بالغ الحساسية في قلب الجنوب السوري ليس هناك من يريد أن يضع جنودا على الأرض وليس هناك من يدعم ما يجري فقط هو زيادة حماوي لهذه الرؤوس وحتى هذه اللحظة رغم ما قلته ليس هناك مطالب سياسية واضحة وهذه هي المشكلة الحقيقية المطالب هي سياسية عامة وليس هناك ما يمكن حقيقة وضعه على الطاولة لهذا لا بد من مبادرة سياسية من دمشق لأن دمشق ما زالت هي صاحبة القرار وما زالت هي القادرة على عكس مجرى الأمور حتى اليوم انحصلت الاحتجاجات ببضع مئات ولم يتجاوز العدد الأكبر فيها ثلاثة آلاف متظاهر في محافظة يصل عدد سكانها إلى خمسمائة ألف نسمة أخطر السيناريوهات لمآلات احتجاجات السويداء يقمن في التدخلات الخارجية وما يتبعها من مشاريع في منطقة حيوية جنوب سوريا خطر لا يمكن مواجهة تبوع من دون دمشق في انتظار طرح حلول واقعية في جوهرها تحقيق التنمية وتمثيل أوسع للأهالي في المجالس المحلية محمد الخضر دمشق الميادين علق الرئيس التونسي قيس سعيد على ما جرى تدوله منذ أيام حول رفض تونس السمحة لوفد من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها في مهمة لفهم الوضع السياسي وخلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقه ووزيرة العدل ليلى جفال أكد سعيد أن من يأتي من الخارج ليراقب البلاد هو شخص غير مرغوب فيه مشددا على رفض التدخل في أي شأن سيادي تونسي فليقفوا عن التدخل في شؤوننا لم نتدخل في شؤونهم وليقفوا أيضا عن هذه البعثات التي قيل أننا جاءت لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار ومن سيأتينا من الخارج ليراقبنا فوغير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا أعلنت الهند طرد دبلوماسي كندي كبير ردا على الاتهامات المتعلقة بتورط الحكومة الهندية بأعمال عنف في كندا مؤكدة أنها اتهامات عبثية وذات دوافع وأضافت الوزارة في بيان أن الهند دولة ديمقراطية لديها التزام قوي بسيادة القانون ويأتي هذا الرد غدا تأعلان الحكومة الكندية أنها طردت دبلوماسيا هنديا للاشتباه في علاقته باغتيال زعيم للسيخ يحمل الجنسية الكندية في غرب كندا إن أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية يعد انتهاك غير مقبول لسيادتنا وهو يتعارض مع القواعد الأساسية التي تتصرف بها المجتمعات الحرة والديمقراطية وكما تتوقعون فقد عملنا بشكل وثيق وننصق مع حلفائنا بشأن هذه المسألة الخطرة للغاية ونختم النشرة في اليمن حيث تتواصل في العاصمة صنعاء فعالية مهرجان الرسول الأعظم في ظاهرة ثقافية وفنية والدعية تقرير أحمد زبيب مهرجان الرسول الأعظم يبدأ فعالياته اليوم من هنا من صنعاء بفقرات إنشادية وشعرية ومسرحية وعلى مدار أسبوع كامل وتتخلله مسابقات للإنشاد والشعر للعام العاشر على التوالي المهرجان يقدم خلاله عدد من الإنتاجات الجديدة سواء في مجالات الإنشاد اليمني أو على مستوى إنتاج أفلام قصيرة وكرتونية وفلاشات ثقافية يضاف إلى ذلك تقديم عدد من العروض المسرحية تبنش مشغولة في كيف تطلجه وهم بكيفية استقباله شغلوا ما بين أن ينحر القوم القلوب له وبين أن تخرج الأرواح والمجرور هناك اختلاف بكل المجايز وفي عرض المواد وفي التكنية التي نقدمه وفي كل شيء ما في الإنشاد أو الشعر أو القرآن أو من خلال المسرح أو الفلاشات أو الكليبات التي سنقدمها قد باتت يسرب مدينة منورة لنور رسول الله لقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور آخى رسول الله بيننا بعد أن كنا أعداءا يقتل كل واحد مننا الآخر أحمد محمد زبيبا صنعى الميادين وبهذا نصل إلى ختام النشرة لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية تنتم بخير